عليكم السلامة وحباتي أهلا وسهلا بكم في برنامجكم خفاية تاريخ الدرامية هذه الحلقة عن ابن مخلة أشهر خطات في العص العباسي وأفسد وزير يعني هذا الرجل لو اكتفى بعبقريته في الخط ما حدث له ما حدث لكنه استخدم عبقريته في الخط في الخط العربي يعني لكي يصل إلى الوزارة ودخل بقى في جمال السياسة ودفع الثمن من هو ابن مخلة الوزير الخطات ابن مخلة هو محمد ابن علي ابن الحسين ابن عبدالله ولد في شهر بغداد شهر شوال في بغداد سنة 270 نجرية بدأ حياته العملية مبكرا في السادسة ابن عشر عمره حيث عمل عام 288 يعني وهو عنده 16 سنة في خدمة الوزير العباسي ابن الجراح اللي هو محمد ابن داود فقام معه ثمانية أشهر يقدمه ثم انتقل بقى إلى خدمة خصمه خصم ابن الجراح اللي هو الوزير ابن الفرات وذلك قبل أن يتولى ابن الفرات الوزارة مما يوحي بأن ابن مخلة شارك في الصراع الذي احتد بين ابن الجراح وابن الفرات يعني معنى كده أن الأستاذ الولد الصغير دا ابن مخلة بدأ ينقل بقى أخبار ابن الجراح لخصمه ابن الفرات وبين ابن الفرات لما تولى الوزارة ابتدى صاحبنا يدخل في عصر جديد الوقت دا كان ما يعرف بوزارة يعني كان موجود ما يسمى بوزارة التفويط كان في زمان يعني قبل كده في عصر العباسي الأول كانت وزارة التنفيذ وكان الوزير تحت سيطرة الخليفة لما ضعف الخلفاء في العصر العباسي الثاني أصبح الوزير هو كل حاجة وأصبح الوزير مفوضا يعمل كل حاجة بالتالي بقى الصراع كان شديدا بين من يصل إلى منصب الوزير والذي يعني يكسب الرهانة يعني يدفع الثمن فلما صاحبنا دخل في هذه المعمعة كان لابد أن يدفع الثمن اللي يصل للوزارة لابد أنه هو يدفع رشاوة وبعدين هو في الوزارة برتد يدفع رشاوة برضو لكي يحافظ على منصبه والذي ينافسه يدفع رشاوة إلى آخره كان نظام حكم فاسد كان ولا يزال ابن مقلبة من هو صغير دخل في الموضوع هذا يعني خانم ابن الفرات وأصعم فات وزيرا فاعتنى به وزاد في مرتبه ووله ديوان المكاتبات وبعدين أطيح بابن الفرات من الوزارة ودخل في محنة فتنكر له ابن مقلبة في محنته بعد لما وقع صاحبنا ان هو ابن الفرات في محنة فابن مقلبة قال له باي باي سلام عليكم وربما كان متآمرا على ابن الفرات لأن بعد كده ابن الفرات عد الوزارة ولما عد الوزارة اتخذ موقفا عدائيا من ابن مقلبة وعزله من ديوان المكاتبات مع ان ابن مقلبة كان اعظم خطاتي العص العباسي وبعدين ابن مقلبة ابتدى وكان قد استوعوده في فن المؤامرات فابتدى يسعى بابن الفرات سيدي السابق حتى عزله وبعدين عز عليه ابن الفرات ان نفعل به كاتبه هذا فبدل كل طاقته وبدل الرشاوة حتى عدد الوزارة فانتقم من ابن مقلبة الندل وسجنه وصادره على مائة الف دينار سجنه وقال له اتعملت الف دينار بكده ابن مقلبة ان هو شباب دخل في حلبة الصراع ضد سيد السابق ابن الفرات ولكن كان يمتاز عن ابن الفرات بشبابه وشهراته في الخط وفي الشعر فتولى الوزارة في خلافة المقتدر العباسي ساتة 816 وذلك بنفوذ السيدة شغب اللي هي ولات القليفة المقتدر والمساطرة على الخلافة وقتها واحنا تعرضنا لها قبل ذلك ولكن بقى شغب سرعان ما امرت بعزله واعتقاله في اواخر عام 317 ونفوه الى فارس عام 318 بعد قتل الخليفة المقتدر ومجيء اخيه الخليفة القاهر العدو اللدود للسيدة شغب والذي ظل يعذبها حتى الموت واجد ابن مقلبة فرصته في العهد الجديد باعتباره من ضحايا السيدة شغب لذا وله الخليفة الجديد للقاهر بالله الوزارة سنة 320 ولكن خاف ابن مقلة من تقلب القاهر وسرعة فتكه بالناس وقتلهم عشوائيا بحربته فهرب وساب الوزارة سنة 21 واستطر رعبا من القاهر حتى تم عزل القاهر وسمل عينيه وسجنه وتولى الخليفة الراضي بعد القاهر فظهر ابن مقلة من سجنه وتقرب للخليفة الجديد وعاد ابن مقلة للوزارة للمرة الثالثة والأخيرة ولم يهنأ بها السرعان ما غضب عليها الخليفة الراضي وأمر بقطع يده وإلقائها في نهر ذدلة واعتقاله وبدأت المرحلة الأخيرة من مراحل الذل والتي استمرت مع ابن مقلة إلى المساة 328 في أيام عزه وسطواته بنا داره التي صارت من معالم بغداد في ذلك الوقت قال عمد بن الجوزي في تاريخ منتظم الجزء 14 وفيات 328 وكان ابن مقلة لما شرع في بناء داره بالزاهر جمع المنجمين حتى اختاروا له وقتا لبنائه ووضع أساسه بين المغرب والعشاء وكان له بس مستان واسع من عدة أجربة أجربة يعني أفدنة يعني يعني من ساحة وقال له واستزرع فيه أنواع الشجر يقول منه شجر بلا نخل لأن عمد له على شبكة إبريسم وكان يفرق في الطيور التي لا تفرق إلخ 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 يعني وصف بقى للطيور وللغزلان والبقر البدوية والنعام والإبل وحمير الوحش يعني كان عامل لدينات حيوانات داخل المستان بتاعه وبشر بأن طائران بحرين وقع على طائر باري فازدوج وبضى وأفقس فأعطى من بشر بذلك ماء الدينار دا كان يأمل العز بتاعه وفي أيام عزه هذه كان نذلا لئيما يتنكر لأصدقائه القدامى الذي كان يعيش معهم يأمل فقر يحكي ابن الجوز وكان بين جحظه الشاعر وبين ابن مخلى صداقة قبل الوزارة فلما استوزر فلما بقى وزير يعني استأذن عليه جحظة يعني قال لك نحن كنا أصحاب يخونا فلن يؤذن له فقال قل للوزير أدام الله دولته اذكر اذكر منادمتي والخبخ شكار إذ لا سب الباب برزون لنوبتكم ولا حمار ولا في الشط طير ولا طيار إلى آخر يعني بذكر ابن مخلى بالأيام اللي فاتت يعني ويقول ابن جوز عن أيام عزي وكان ابن مخلى يوما على الميدة فلما غسل يديه رأى على ثوبه نقطة صفراء من الحلوى فأخذ القلم وسودها وقال تلك عيب وهذا أصل صناعة وإنما إلى آخر الكلام فيمزله بقى ومحنته قاس الكثير من الهرب والاعتقال وقطع يده ولسانه وحكى وقع حين استطر هرب من الخليفة القهرسان 21 21 فقال كنت مستترا في دار الفضل ابن ماري النصراني النصراني بدر بالقراطيس فسعي بي إلى القاهر يعني أدول أنه هو مختف في الدار الفلاني وعرف موضعي فبينما أنا جالس وقد ماض نصف الليل أخبرتنا زوجة ابن ماري أن الشارع قد امتل بالمشاعر والخيل فطار عقلي ودخلت بيتا فيه تبن فدخلوه يعني جند ونبشوا باديهم فلم أشك أني مأخوز يبتو دور عليه في التبن الموجود فعهدت الله تعالى أنه النجاني أن أنزع عن دنوب كثيرة وانتقلت الوزارة أمنت المستترين وأطلقت ضياح المنكوبين ووقفت وقوفا على الطالبين فما استممت نذري حتى خرج الطلب وكفان الله أمره يعني هو في المحنة أعلم لك يا ربي لو حصل أنا حعمل وحساوه طبعا بعد كده نسي كل حاجة ونقض عهده مع الله فلما بارغ وزيرا بالغ في الطهاد المنافسي ومنه الخصيبي وابن الحسن يروي ابن جوزي أن ابن مخلى كان قد نفى أبا العباس ابن عبدالله الخصيبي وسليمان ابن الحسن وكان من وزراء مختدر ويعني نفى محاملتهما السفينة في البحر فهبت عاصفة هددت السفينة بالغرق وكالعادة أخذ الركاب في التضرع والتوبة فقال الخصيبي اللهم أني أستغفرك من كل زنب وخطيئ وتوب إليك من معاولة معصيك إلا من مكروه أبي علي ابن مقلى فإنني انقدرت عليه جزيته عن ليلة هذه ومحلبي منه فيها وتناهيت في الإساءة إليه فقيل لو أي في حالة الياس الحياة والتوبة لم تنس ما فعله بك ابن مقلى يعني فقال يعني ويحك في هذا الموضع وأنت معان اللي لا لك تقول هذا فقال لا أخادع ربي يعني حتى وموت ومش لا ينسى اللي عمنا فيه ابن مقلى ونجدت ونجدت سفينة من غرق وعاش الوزيران السابقان في المنفى في عمان في عمان فلما عزل ابن مقلى في خلافة الراضي أعيد الخصيبي للوزارة فانتقم من ابن مقلى شر انتقام تعهد الخصيبي للخليفة الراضي أن يعذب ابن مقلى ليستقلص منه ألفي ألف دينار يعني اثنين ملون دينار وباقي ابن مقلى في السجن وأخرجوه قليلا من السجن بعد أن أخذوا عليه تعهدا بجفة ألف ألف دينار فكتب للخليفة الراضي إنه إن أعاده إلى البزارة استخرج له ثلاثة ألاف ألف دينار يعني ابتده يلف فأقولك طب انت يا خليفة رجعنا وزير تاني وأنا حجب لك بالناس ثلاثة ملون دينار وانتاب الحلق لأنضمنا بعض المرأة بمال فاستفت فاستفت ذلك الأمير الفقهاء في حقي كتنس أرفت منه فقال بعضهم هذا قد سعى في الأرض من فساد فتقطع يده فقطعت يده وكان بقى ينوح على إيده لتأطعت ويقول يده خدمت بها القلفاء ثلاثة دفعات وكتبت بها القرآن دفعتين تقطع كما تقطع أيدي اللصوص ثم قال إن المحنة قد نشبت به وهي تؤديني إلى التلف وقال عن قطيانه ما سئمت الحياة ولكن توثقت بأيمانهم فباتت يعني قطعت يميني يعتديني لهم بدنيايا حين حربوني دنيايا بعد ديني المهم أبيت شاعر يعني لكن بعد كده هو دل حدث له بس فقط يعني لا ثم قطع لسانه مع لذلك وطل حبسه فلحقه ذرب يعني ابتدى يعني يتبول عن نفسه وكان يستسقل ماء بيده الأسرة وفمه إلى أن مات في شوال سنة 328 ودفن في دار السلطان ثم سأل أهله تسليمه إليهم فنبش وسلم إليهم فدفنه ابنه أبو الحسين في داره ثم نبشته جوة معروفة بالدنار ودفنته في دارها يقول ابن الجاوز ومن العجيب أنه تقلد الوزارة ثلاث دفعات وسافر في عمره ثلاث مرات ودفن بعد موته ثلاث مرات في ثلاث مواضح شكرا أحباتي وعليكم السلام